تعليق بسيط قبل ما نودعكم ونلتقيكم غدل على عقوبة كريستيان ورونالدو اللي صدرت بالأمس مع شارة البرنامج والبرامج جميعا طبعا التعامل مع القضية بمبدأ أنه كلكم ازعلوا وكلكم ارضوا ما ينفع يعني اللوائح موجودة تعاقب عاقب اللوائح ما تعطيك العقوبة لا تعاقب يعني احنا من اول يوم عرضنا اللقطة وكل الناس كانت شايفتها أن تصرف مشين القرار أبصدر أنه إثارة للجماهير أنا شخصيا واحد من الناس اللي يبغى عرفه وش تعريف إثارة الجماهير وش التصرف اللي إذا واحد سوا يعتبر تصرف مشين عشان احنا نعرف بعد كذا لو أحد سوا نفس الحركة اللي سواها كريستيان ورونالدو خلاص كذا احنا من عرضه بنعرف هذي تراها نيب مشينة إثارة جماهير ويا مخرج طلح يعني إذا سواها مرة ثانية أي لاعب ما في داع المخرج ما يطلحها طلح فاحنا نبغى نعرف وش الإثارة وش المشين واحد اثنين مبدأ أنه لا تزعلون ترانا بنعاقبة ومبدأ لا تزعلون ترا العقوبة ميبقوية ما ينفع إذا ما عندك مادة عاقب اللاعب قل يا أخي أنا ما عندي مادة عاقب اللاعب مش على الناقل أو إذا عندك مادة عاقب اللاعب أكثر من مباراة عاقب اللاعب أكثر من مباراة لأنه أنت بالتصرف اللي أنت سويته هذا اللي هو أنت تاخذ من عربة النقل أنت حولت المخرج إلى رئيس لجلة انضباط المخرج الآن على مزاجة أحبها اللاعب بطلع لقتته ما أحبها اللاعب ما أطلع لقتته تقول للمخرج ما أطلعها لأنها لا تريق بعرضها للمشاهد أنت تقول إنها إثارة بس أبا مشي معاك معناته أنا كده بعد كل مباراة تخلص أبا أروح لعربة النقل أقول بالله يعطوني اللي في الكاميرات عندكم اللي عرفته واللي ما عرفته يمكن في اللي ما عرفته واحد ساب بني وأنا مدري أقدم فيه شكوى بعد كل مباراة لو أنا رئيس نادية بمر العربة أعطونا اللي عندكم في الكاميرات قضية بالنسبة لي كانت يعني التعامل معها كانت لتسكيت الجميع وإرضاء الجميع وزعل الجميع بس هي حالة راح ينبنى عليها كثير لأنه أنت لجنة انضباط حولت المخرج والحضور في الملاعب إلى رؤساء لجنة انضباط وعدونا غدا شكرا للمشاهدة للمشاهدة